السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بكم حرارة فرحة الكروشيه يارب تكونوا جميعا بخير طبعا اولا كل سنة وانتوا طيبين يمعد علينا وعليكم الايام الجميلة بخير وبركة ان شاء الله وربنا يحسنوا بين ايدينا و ايديكم باذن الله النهاردة كده رجعنا تاني احنا نشتعل مع بعض كده شنطة جميلة للعيد بغرزة خلية النحل بغرزة خلية النحل جميلة جدا و بسيطة ان شاء الله وسهلة كده احنا نسهل الامور على بعض شان الكل يستفد طبعا ما تسنواش كده في لايك واشتراك و تعليق في القناة شان يصابكم الكل جديد وعملوا مشاركات بحيث الكل يستفد نبدأ كده على بركة الله معي الخيط كليم الفتلة بتاعته حلوة يعني مش الخيط كبير لا اهو السمك بتاعه حلو تمام كده و معي قبل رقم ستة طبعا الخيط الكليم ده البقى الشلة ده انا كنت مستخدمة منها بس هي ده البقى منها يعني جميلة و اهو نفس الوقت بدون كتيرة نبدأ كده على بركة الله اهو نشتغل عقدة البداية بتاعتنا اهو غرزة خليط النحلة ده ما بتتقيتش بعدد ثلاثل معينة اي اي عدد ثلاثل تشتغليه تشتغلي بيه الشنطة عادي اول غرزة بتاعتنا عادي نشتغل كده اي عشرين سلسلة اين ثلاثة اربعة خمسة طول ما انت بتكبر الابرة بتاعتك تمام خيط الكليم دول ما استخدمت خيط كليم لازم ابرة كبيرة ستة سبعة تمام عشان الشغل معك بجمريح واحد اين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة نكملهم وارجعنا حبيبي كده بشتغلت عشرين السلسلة هم تمام كده مش هشتغل في الغرزة الاساسية اللي هي اي من قدام دي كده اهي لأ هنلف الشغل بتاعنا كده اول غرزة دي اللي تحتها الابرة على طول اهي اللي طلع منها الابرة هنسيبها ندخل في الغرزة اللي هراها على طول نشتغل غرزة تحشو يعني هنشتغل في الحلقة الثالثة من السلسلة بتاعتك اهي انتو بتشتغل ما تنطيش الشغل معك سيب الشغل مريح عشان الخيط ميبقاش مشدود تمام حبيبي اهي تمام كده نكمل كده لغيت اخر السلسلة غرزة الحشو كده اشتغلنا حبيبي غرزة الحشو اهي وصلنا كده لغيت اخر السلسلة اهي هنشتغل فيها ثلاثة حشو ثلاثة حشو واحد اثنين كده ثلاثة كده ملاحظين ايه ان الشغل بلف معنا كده الشغل بلف معنا تمام كده خيط البداية ده معنا برضو كده كده ختحت الشغل ونشتغل في اول غرزة حتقابلنا من الجنب الثاني برضو غرز حشو غرز حشو برضو غرز حشو زي الجنب اللي كان قابلي ده اهي كده لغيت برضو اخر السلسلة وارجعنا حبيبي كده وصلنا هنا برضو لاخر غرزة حشو في السطر بتاعنا ده في الدور الاول ده هنشتغل برضو تلاتة حشو زيها زي الجنب الاولان كده واحد كده التانية كده تالت غرزة حشو معنا اهي خلاص كده كده برضو الجنب الثاني اهو خلاص نشتغل فيه بداة السطر الجديد نشتغل فيه اول غرزة حشو اهي اول غرزة حشو ونيجي اي نعلمها ونيجي نعلمها العلام مهم علشان ايه ما نطلخ بطش في السطر بتاعنا ونشتغل غرز حشو عادية خالص تمام كده اهي فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو اهي تمام حبابي نوصل كده للجنب الثاني ونرجح تاني كده لوصلنا للجنب بتاع التزايد كنا شغالين تلاتة حشو في الجنب اهو واحد اتنين تلاتة تمام كده نشتغل جوه هم كل غرزة تنين حشو كل غرزة حشو واتنين حشو اهو يعني التلاتة تلاتة غرز حشو اصبحوا معنا كان ستة غرز حشو كده تاني غرزة فيها تنين حشو كده غرزة تالتة فيها تنين حشو اهو خلاص كده تمام كده خلاص كده لغاية تاخر السطر وصلنا لجنب التزايد التاني برضو كان عندنا تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة والربع دي اللي فيها ايه العلامة بتاعتنا اهي تمام كده هنشتغل برضو جوه تلاتة حشو كل غرزة هنشتغل فيها معنى اتنين حشو هم تلاتة ثلاث غرزة حشو هنشتغل فيها كل واحدة اتنين هصبح معنا ستة حشو زيها زي الجنب التاني أهي أهو تمام كده حسنا لا نستغم جميعاً تضاعد مع إضافة القضاء ونستغل المحضر نستغل لأمل السوء بإضافة القضاء ونستغل في العلامة الخلفية اهي في الحلقة الخلفية برضو غرز حشو على كل القاعدة بتاعتنا اهي تمام كده ونحط العلامة شان ما ننساش فوق كل غرزة حشو نشتغل غرزة حشو بس في الحلقة الخلفية عشان الجوانب بتاعت الشنطة بتاعتي ترتفع اهو تمام كده بنفس الطريقة اهي تمام حبيبي اكمل كده لغاية اخر الدور هتنصل للعلامة ونرجع تاني وارجعنا حبيبي كده خلصنا القاعدة بتاعتنا تمام شان الجوانب بتاعتها ترتفع كده خلاص كده نشيها العلامة بتاعتنا تمام كده نشتغل فيها اول غرزة حشو عادية ونحط العلامة تمام كده هنا شايفيننا للحد تده اللي تكون لنا ده ده اول واحد يمش نشتغل فيه نجيع اللي بعده على طول ننزل تحته كده لتحت لتحت نضع غرزة حشو عميقة نسحب الخيط نعمل غرزة حشو عادية و غرزة حشو عميقة و غرزة حشو عميقة كنت اشتغلها معاكم قبل في فديو نفصل غرزة حشو عميقة و غرزة حشو عميقة ننزل ثم قصر ثم ن luz były تعالى و نشغل الحشو عميقة نشغل هذا الحلف هنا غرزة حشو عميقة نرتفع بخير الثالث حشو حشو عميق و غرزة حشو عميقة نقول غرزة حشو عميقة كده اهي تمام اهي كده تمام غرزة حشو عادية بعد كده اللي وراها على طول غرزة حشو عميق اهي بنفس الطريقة تمام كده خلصت كده لغيت اخر الدور كده خلصت السطر اللي بعد كده اهو غرزة الحشو العميقة وغرزة الحشو العادية تمام كده الغرزة بتاعتني ده بتتكون من سطرين سطر غرزة الحشو العميقة وبعد كده السطر اللي بعدها بنضم ايه اللي اضع مع بعض حنشوف ازاي برضو كده وصلنا للمركر بتاعنا نشيل العلامة بتاعتنا اهي خلاص نيجي ندخل في الغرزة اللي كان فيها العلامة ونشتغل ايه ونزلق نرتفع سلسلة هنا كده كده تكورتنا اضلاع هنا اهي شايفينها ازاي تكورتنا اضلاع اهي اللي هي غرزة الحشو العميقة خلاص ندخل كده في اول ضلع اهو اول ضلع ندخل تحته كده تمام ونأخذ الضلع ونأخذ الضلع ونرتفع الضلع ونشتغل غرزة حشو هناك غرزة حشو ونضع الضلع ونضرب الضلع ونأخذ الضلع ونسحب خير ونشتغل غرزة حشو هناك غرزة حشو ثاني تكون هناك ضلعة اهو نقوم بضلعة اخرى من الجنبه اهو نقوم بغرزة حشوة نسحب خيط اهو نشتغل غرزة حشو نقوم بغرزة حشو نقوم بغرزة حشو ثاني هناك غرزة حشو نقوم بغرزة حشو نقوم بغرزة حشو ثلائية انا هناك ضلعة حشو ثلاثة الان لمعضة اخرى ثلاثة ونقوم بغرزة حشو ارتفع pada الخيط ال� violating تكامل وتكمل هذا الوضع ببنفس الطريقة كل ما تزود سطور الغرزة بتبان أكثر نشوفها ازاي برضو شايفينها ازاي جميلة جدا بجد بجد يعني ايه غرزة جميلة جدا وبسيطة وسهلة ان شاء الله معنا شايفينها نفس الغرزة اللي كنا شغالينا هنا اشتغلتها برضو فين هنا بنفس الطريقة ونفس كل حاجة اهي تمام كده برضو انا عشان ايه بالشغل واضح معنا اكمل السطر ده ونشوف هنقفله ازاي ونرجع تاني مرجعنا حبيبي كده خلصنا الغرزة بتاعتنا اهي شايفين شكلها ازاي جميلة جدا تمام كده نقفل السطر بتاعنا كده دي اول غرزة اللي احنا بنقفل فيها اهي اول غرزة اللي احنا بنقفل فيها ندخل فيها كده نسحب خيط نشتغل منزلقة تمام نرتفع سلسلة واحدة خلاص اهي طب السطر البعد كده هنشتغله ازاي تكرار للسطر الاول تكرار للسطر الاول هنجي في اول غرزة هنا كده اللي هي دي اللي هي كده دي عبارة عن تمانية اهي التمانيات دي اهي شايفينه التمانيات دي ندخل جواها كده اهي ندخل جواها ونشتغل ايه؟ غرزة حشو عميقة غرزة حشو عميقة يعني نجيبها كده من تحت نرتفع بها لفوق بالخيل اهي كده وبعد كده نشتغل غرزة حشو جنبها اهي تاني فيه تمانية اهي ندخل جواها كده ندخل جواها اهي نرتفع كده بالخيلة لفوق نرتفع كده بالخيلة لفوق ونشتغل غرزة حشو تمام فيه هنا كده غرزة حشو اهي نشتغل فيها غرزة حشو اهي تاني كل التمانية اللي حتقابلنا دي ندخل جواها كده بالابرة اهي نرتفع بالخيلة لفوق كده خلاص ونشتغل غرزة حشو اهي لغاية اخر الدور هم السطرين دول بتكونوا معانا تمام كده بتكمليهم لغاية اخر الدور نكمل الدور ده ونرجع تاني حبيبي كده نخلصت الدور ده تمام كده برضو منقفل السطر بطريقة المنزلقة اللي تعودنا عليها اهي يبقى كده السطرة اللي بعد كده ايه هنضم ايه الاضلاع على بعض زي ما احنا اشتغلناها معاكم تمام كده كده انا هكمل الشغل طبعا كنت شغالة قبل كده اه نموذج معانا يعني كنت شغالة كده اهي تمام كده الطول بتاعها برضو اه 15 سنتي والعرض 21 يعني عملية جميلة جدا مساحتها برضو حلو اهي تمام كده طبعا في امكانك تكبرت صغاري يعني ايه كل حاجة في امكانك تمام كده كده انا هشتغل ازاي خلاص كده انا هشتغلت الطول اللي انا محتاجها مش هكمل تاني هاقفل بس السطر هاقفل السطر بمنزلقة تمام كده وارتفع سلسلة واحدة تمام كده ارتفع سلسلة تمام كده sant نارتفعنا سلسلة من نفس المكان اللي ارتفعنا منه التدخل جوا كده هنشتغل غرزة حشو تانيهم كده بس其實 في الحلقة الخلفية نواجد سلسل تمام كده غرز حشو في الحلقة الخلفية تمام كده اهي من نفس الطريقة نعم اربع سطور من غرز الحشو سأعمل أربع سطور بنفس الطريقة ونرجع تاني حبيبي ورجعنا تاني حبيبي كده خلصت غرز الحشر التفقني عليهم أنا قلت لكم ستعمل أربع سطور أنا اشتغلت سطرين بس لأنني مش عاجزة حجم الشنطة يطول عن كده حفظ الخيط كده أدخل في أول غرزة اشتغلناها هنا كده نشتغل منزلقة وأقص الخيط بتاعي برضو بنجيب إبرة الكانافا دي وندخل الخيط فيها زي كده وندككه برضو تحت الشغل زي المكرمية زي شغل المكرمية بالضبط ما فيهوش اي مشكلة اهو خلاص هتدككو برضو تحت الشغل هنا كده بس اي من جوه ونرجع تاني اهو تمام كده خلصو ونرجع تاني كده دككتين الخيط بتحت تحت الشغل تمام شايفين شكلها جميل وحجمها برضو ايه واسعة من جوه تمام كده هنا كده فيه امكانك بجردو تركيبي سستا تمام كده تمام كده انا عندي هنا زي نظام مغناطيس كده او كليبسة اهي برضو بتتباع عند تاع الخيط تمام كده انا هركبه هنا كده نتركيب وتركيب واحدة هنا م edu ووحدة الناحية التانية تمام كده اهنا برضو هدكف دولة كده خيطهم هنا وهدي التانية اهي خلاص اركبهم منا كده بالخيط و الابرة لا يوجد أي شيء بالخطوة وارجعنا ثاني حبيبي كده ركبت القفل تمام كده تمام كده بنفس الطريقة عملت برضو شرشوبة جميلة هنا ممكن في إمكانك تحطيها هنا في الجناب تمام كده ممكن تحطيها برضو هنا بالشكل الحلو كده برضو جبت حلقات سهلة الفتح والسلسلة طبعا متعودين عليها إنش حابة تركيب سلسلة بتعملي حبل إلسير روماني تمام طبعا اشتغلناها قبل كده كتير أو يعني بتعملي حبل إلسير روماني من نفس الخيط تمام طبعا الاختيار ليكي يارب إن شاء الله نهار ده الفيديو يكون عجبكم بإذن الله واستفدتم منه إن شاء الله كده وكون ضيفة دايما خفيفة عليكم بإذن الله وياريك تكتبوا لي رأيكم في الشنطة وفي الغرزة الجميلة دي وأسيبكم كده في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة